طيب إحنا معنا صور أستاذ عادل يريد حضرتك تعلق لنا عليها آه مثلا آه دي ده ده بالضبط المبنى ده ده اللي هو طلعت حرب مول دلوقتي أوكي مول طلعت حرب مول طلعت حرب أيو آه ده كان فندق اسمه فندو ناشنال يعني ده جزء منه اللي هو كتل عمارة نصين يعني يعني حتى تلاقوا نفس الشكل بالقبة ده الناحية التانية اللي مش باينة دي اللي هي على نصة شارع عبدالخلق صاروة آه أيوة الضبط صاروة مع شارع آه طلعت حرب آه يعني فشوفوا المول زي وهي كتت كده ففي كلام يعني انها كت كلها فندق ده الكارت البسلالي اللي كان بيتوزع عالميا للفندق اللي هو فندق ناشنال دي بقى اللي هي لو تلاحظ الأبيض وورا العربية اللي شايلة الشلط والمحطة اللي هي في العمارة دي هتلاقي اللي فيها بابين تحتك برضو أو التلاتة دي اللي هي العمارة بتاعت اللي هي مصر الطيران اللي كان بيتم فيها إجراءات آآ يعني التذاكر وكده آآ قديمة على على المعبد اليهودي بتقول إن آآ إن اسمه شارع عدلي اسمه شارع المغربي سابقا آآ دي قبة المغربي وحاليا مسجد المغربي آآ حاليا القبة دي كان هو مدفون فيها وهو كان طبيب للنص الألوون يعني فلما جم يبنوا العمارة السيارات وخدوا المدمار اللي هي المنطقة اللي حوالين الحديقة دي مدرسة اسمها قطرة اللمن كانت جامعية خيارية يهودية اللي عملاها وآآ كان مكانها مكانها فين؟ هي في مدن ضلط حر ما حدش بياخد باله منها يعني آآ هي الفكرة فين إنها إنها يعني الحوضات الجاية من سينما راديو بعدها مصلحة استعلامات في ممر صغير لو هتلاقي المدرسة فيه هي المدرسة مش بصة على شوارع ده الطور ماي ودي العمارة اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي كان فيها مركز الانجليزي اللي هو الكادة الانجليزي اللي تهدد اللي هي على الشمال اللي فيها الكبار اللي فيها البلكونات دي ايو 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 شايفيها اللي فيها العواميد اللي بينها ايو دي اللي هي تهدد عشان كانت مركز اللي هو مكانها عملت اتساع وكان مكانها اتعمل اللي هو المدان اللي ما حدش سمع عنه وقول عليه مدان الشهداء وبعد نتحول إلى حالية المدام عمينا مرياض جميل أنا بشكر حليك أستاذ عادل على وجودك معنا النهاردة وأرجو أن احنا ما نكونش تقن عليك وأنا سعيدة جدا بتوصيق أماكن القاهرة لأنه حقيقي وسط البلد دي يعني علامة من علامات مصر وعلامة من علامات القاهرة حقيقي نوال محتاج التوصيق فعلا شكرا 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 شكرا